اشتركوا في القناة اتكلمنا عن الاحتلال البريطاني واتكلمنا الدرس اللي فات عن ثورة العربية 1881 وقائدها الشجاع أحمد عرابي واتكلمنا عن مصطفى كامل مؤسس جريدة اللواء وأنشأ الحزب الوطني والدور اللي قام به في مقاومة الاحتلال البريطاني ومقالاته والخطب بتاعته في الداخل وفي الخارج واتصالوا بالقوة الخارجية لنقل قضية مصر ومقاومة الاحتلال البريطاني ظهر زعيم استكمل دور مصطفى كامل وهو زعيم محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية وطبعا اتكلمنا قبل كده عن دوره في مقاومة الاحتلال البريطاني مش بس كده ده هو دعا لإنشاء مجلس نيابي وكمان دعا لإنشاء حكومة وطنية تمام؟ ومقاومة الاحتلال البريطاني وأقام المدارس لتعليم الفقراء وأبناء العمال تمام؟ طيب كانت المدارس دي مدارس ليلية بالمجان لأن طبعا في فترة الاحتلال كانوا مخفضين ميزانية التعليم وما كانش فيه تعليم بالصورة الكافية فقام محمد فريد بإنشاء المدارس الليلية لتعليم مش بس كده ده هنلاقي إنه هو رفض يمد امتياز شركة قناة السويس سنة 1910 يعني إيه الكلمة دي؟ يعني الشركة اللي كانت بتشرفها على قناة السويس في الوقت ده الشركة الفرنسية كانت امتيازها 99 سنة كانوا عايزين يمدوها لـ 40 سنة كمان فهو رفض مد امتياز شركة قناة السويس سنة 1910 هنلاقي إن الكفاح موقفش لحد دور مصطفى كامل ومحمد فريد لا ده الكفاح الحركة الوطنية امتد لقائد وبطل درسنا النهاردة هو الزعيم سعد زغلول أسابكم مع دكتورة رانيا توضح لنا نفذة مختصرة عن حياة البطل سعد زغلول هو زي ما حضرتك كده بتقولي إن فعلا كفاح المصريين ما بيقفش عند نقطة معينة هنلاقي إن بعد وفاة محمد فريد هيبتدي زعيم جديد يتولى حركة الكفاح وحركة الدفاع عن مصر وعن استقلال مصر الزعيم ده هو الزعيم سعد زغلول الزعيم سعد زغلول هنلاقي إن هو عمل محررا فيه جريدة الوقاعة المصرية وطبعا إحنا الإسم مش جديد علينا إحنا خدناه قبل كده في درس محمد علي كمان هنلاقي إن هو اشتغل بالمحامة اشتغل بالقضاء هنلاقي إن هو تولى نزارتين ونقف عند كلمة نزارة يا ولاد نزارة يعني بتساوي دلوقتي كلمة وزارة هنلاقي إن الزعيم سعد زغلول تولى نزارة المعارف عام 1906 ونزارة المعارف يعني دلوقتي بتساوي كلمة وزارة التربية والتعليم ده كان سنة 1906 هنلاقي كمان إن هو تولى نزارة الحقانية أو وزارة الحقانية اللي هي وزارة العدل حاليا عام 1910 شارك فيه الدعوة إلى إنشاء الجامعة المصرية كمان هو كان عضو بارس فيه الجامعية التشريعية عام 1913 هنكتسب شعبية وحيكتسب تأييد كبير من المصريين عام 1919 لإنه حيتزعم صورة ضد الاحتلال ضد بريطانيا وحيحاول إنه يحقق استقلال مصر اللي بدأوا أحمد عربي في الفترة دي هنلاقي إن في فترة زعيمة سعد زغلول والتفاف الشعب حواليه هنلاقي إن الوقت دوت كانت قيام الحرب العالمية الأولى ويعني إيه حرب العالمية الأولى اللي هي سنة 1914 اللي انتهت 1918 امتدت أربع سنوات طيب يعني إيه حرب العالمية الأولى هي كتلتين من مجموعة من الدول بتحارب بعضها طيب الحرب العالمية الأولى دي زي ما أنا قلت لك بدأت 1914 هنلاقي يا ولاد إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانوا حلف واحد هنلاقي إن الدول اللي كانت يعني أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة إن الدول اللي إحنا بنحتل لها في حالة إن هي تساعدنا فبعد ما تخلص الحرب هنبدأ إن إحنا نساعدها وإن إحنا نعطيها الاستقلال طيب هنبص نلاقي إن بريطانيا أعلنت بعد الحرب العالمية الأولى نسيت وعدها للمصريين اللي هم بالفعل ساعدوها بكل موارد واقتصاد مصر ساعد الاحتلال البريطاني ووقف جنب بريطانيا في الحرب العالمية الأولى طيب يا ترى بريطانيا هتحقق وعدها اللي هي قالتها لما تساعدوني هتديكم استقلالكم بالطبع لا ده أصدرت قرار إن هي أعلنت حمايتها بالفعل على مصر وبيجي لك هنا سؤال ويقول لك بما تفسر أعلنت بريطانيا حمايتها على مصر ليه لكي تنهي تبعية مصر للدولة العثمانية لأن إحنا عارفين إن كانت مصر تتبع الدولة العثمانية دولة العثمانية كانت مصر من ولايتها طيب دلوقتي بأول إعلان قالته بعد الحرب بريطانيا هي إعلان الحماية البريطانية على مصر مش بس كده ده هنبص نلاقيها إن هي استغلت كل موارد مصر البشرية والطبيعية في خدمة الاحتلال بمعنى إيه؟ إن هي عملت إجراءات تعصفية وبدأت تجبر المصريين على التجنيد بالعافية يعني تخلي المصريين يحربوا معيها في الحرب العالمية الأولى بالعافية بقى قامت بتجنيد أعداد كبيرة من الجنود المصريين تمام؟ ده إجراء تعصفي طبعا مش بس كده فرضت عليهم الدرائب كمان وهنلاقي إن هي وضعت المواني والسفن المصرية والمواني المصرية والسكاة الحديدية لخدمة قوات الاحتلال تمام؟ طب الجزء ده وتفيه عدل لا طبعا إحنا نديله بقى عنوان كده إن دي سياسة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى يعني لما بدأت الحرب الحرب بدأت في أغسطس 1914 بريطانيا قامت ببعض الإجراءات تجاه مين؟ مصر لأن هي محتلة مصر في الوقت ده طب إيه الإجراءات اللي عملتها؟ يبقى رقم واحد إن هي فرضت الحماية على مصر أو أعلنت الحماية على مصر طب تاني حاجة هيترتب على إعلان الحماية إيه؟ إنهاء تبعيتها للدولة العثمانية تالت حاجة عملتها الإجراءات التعسطفية اللي هي بقى اللي لسه دكتورة ميرفك كانت أيلهانا إن هي تجنيد الإجباري للمصريين كمان وضع المواني والسكاة الحديدية في خدمة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى وفرضت ضرائب على المصريين يبقى ديه كانت سياسة بريطانيا لما بدأت الحرب العالمية الأولى طب كل ده كان مقابل إيه؟ مقابل إنه لما تنتهي الحرب إحنا هنعطيقه الاستقلال نشوف بقى كده هتنتهي الحرب وإيه اللي هيحصل؟ ما هي لما انتهت الحرب لقيت إن كل الوعود مصري لقيت إن الوعود دي كانت وعود على الورق بريطانيا لم تلتزم بيها فتبدأ هنا الشعب هيبقى فيه حراك في الشعب تمام؟ هيظهر دوت في التفاف الشعب حول زعيمنا اللي هو بطل حلقتنا النهار ده اللي هو الزعيم سعد زغلول تمام؟ هيبدأوا يلتفوا حواليه سعد زغلول هيبدأ هو وبعض من رفاقه أو أصدقائه اللي هو علي شعراوي وعبد العزيز فهمي إن هم يبدأوا يتحركوا ويخطبوا السلطات الاحتلال ويقولوا لهم إحنا هو فين مطالبكم وفين وعودكم طيب إيه مطالبهم؟ راح سعد زغلول وعلي شعراوي وعبد العزيز فهمي اتجهوا لسلطات الاحتلال وطلبوهم بإنه هم يسفروا لمؤتمر الصلح في باريس طب أنا عايزة حضرتك قبل ما ندخل في التفاصيل تعرفي أولادنا يعني إيه مؤتمر الصلح؟ تمام هو بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تم عقد مؤتمر اسمه مؤتمر الصلح مؤتمر الصلح ده عقد في باريس وكان مهمته إن الدول الكبرى أو الدول الأوروبية هتجتمع لتبحث الأنظمة السياسية في الدول بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى يبقى مؤتمر الصلح معقود بين الدول الأوروبية ده كان في باريس علشان يبحثوا الأوضاع السياسية طب عندنا حاجة مهمة جدا إن في الوقت ده كان في مقدمات كده لثورة 1919 يا ترى إيه المقدمات دي؟ إيه اللي خلى المصريين إن هم يفكروا يقوموا بثورة ويلتفوا حول زنعيم ساعة زجلولة عام 1919 هناك عندنا تلات حاجات أول حاجة كانت عندنا هي زيادة الوعي القومي عند المصريين وتطلعهم للاستقلال ده ما بدأش دلوقت يا أولاد ده بدأ معانا من الدرس اللي فات لما كنا بنتكلم عن الثورة العربية يبقى أول حاجة عندنا زيادة الوعي القومي عند المصريين مصريين بقوا وعيين وفاهمين إن احنا لازم نحقق الاستقلال يعني دي كانت عامل من عوامل قيام الثورة تمام يبقى ده أول عامل تاني عامل عندنا كانت الإجراءات التعصفية اللي فرضتها إنجلترا على مصر أثناء الحرب وإحنا طبعا قلنا إيه هي الإجراءات دي تالت سبب أو تالت عامل شجع المصريين على الالتفاف حول صعب زغلول وقيام ثورة 19 هي إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون مبدأ حق تقرير المصير يعني إيه مبدأ حق تقرير المصير؟ يعني حق الشعوب في تقرير مصرها يعني أنا دلوقتي دولة كبرى ومحتلة دولة ضعيفة أو دولة صغيرة من حق الدولة دي إن هي تقبل الحماية وتظل تحت حماية الدولة الكبرى أو إن هي ترفض ده وتحقق استقلالها وتدير شؤونها بنفسها هو ده مبدأ حق تقرير المصير زي ما احنا شايفين على الشاشة بما تفسر قيام ثورة 19 زي ما دكتور قالت لنا دي عوامل قيام الثورة تمام؟ دي عوامل قيام الثورة طب نرجع تاني ونقول إن سعد زغلول اتجه هو ورفاقه إلى سلطات الاحتلال عشان يتسمح لهم بالسفر طيب طبعا سلطات الاحتلال طبعا إنتوا عايزين تسافروا ليه؟ قالوا إحنا عندنا تلات مطالب تلات إلغاءات تلات إلغاء الحماية البريطانية على مصر دي المطالب اللي الوفد المصري هيروح يقولها في مؤتمر الصلح تمام؟ اللي هي إلغاء الرقابة إلغاء الحماية البريطانية على مصر إلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات تالت حاجة إلغاء الأحكام العرفية هنقولهم مع بعض يبقى دول تلات مطالب اللي كان هيطلبهم الوفد لمؤتمر الصلح في باريس تمام؟ يبقى إلغاء الحماية البريطانية إحنا مش عايزين حماية بريطانية مش عايزين حد يحمينا تمام؟ تاني حاجة إلغاء الأحكام العرفية معنى إيه الأحكام العرفية؟ زي قانون الطوارئ كده يعني إيه برضو؟ يعني أي حد بيعمل أي حاجة ما عجبتش سلطات الاحتلال بتاخده تسجنه تلك يقبض عليه ثالث حاجة إلغاء الرقابة على المطبوعات وعلى الجرائط بمعنى أن أي حاجة كان المصريين بيكتبوها في الجرائط بتبدأ مصادرتها؟ لأ إحنا مش عايزين رأي عارض رأينا رأي الاحتلال طبعا طبعا إيه اللي حصل؟ حصل صدام بين أعضاء الوفد وبين كوات الاحتلال البريطاني يا طرح هترفض ولا هتوافق بالطبع؟ هترفض هترفض يا كوات الاحتلال قالت لا استطب مش هتسافره طب إيه نتيجة ده بقى؟ حاجة اللي قالتها إيه؟ يعني قالت إيه للمصريين من الوفد لما جاء يطلب أن هو يسافر لمؤتمر الصلح ويعرض مطالب الأمة؟ قالت لسعد زغلول أنت بتتحدث إزاي بشأن الأمة وانت ما فيش ما يثبت أن أنت يعني دي قرارات الأمة أو دي مطالب الأمة فاتجه سعد زغلول إلى تعبئة الرأي العين يعني إيه بقى؟ يعني ابتدى يتصل بالمصريين وبالقوة السياسية الموجودة في مصر ابتدى يحاول أن هو يجمع توقعات للمصريين بتفويد سعد زغلول وأعضاء الوفد بأن هم يطلبوا سلطات الاحتلال بالسفر لباريس وعرض مطالب الأمة طيب إيه اللي هيحصل في الوقت ده؟ هنلاقي بقى طبعا السلطات الاحتلال البريطاني هتحس أن موقفها ابتدى يتزعزع في مصر وأن فيه ثورة هتقوم فتعمل إيه؟ تلقي القبض على الزعين سعد زغلول وعلى زملائه وتقوم بنفيهم إلى جزيرة ملطة خلي بالنا هنا يا دكتور أن يعني ركزي في الحتة ديت على جزيرة ملطة دوت النفي الأول أما كنت لسه هقول لأولادنا خلوا بالكوا عشان فيه عندنا مرة تانية هيتم برضو نفي سعد زغلول مرة الأولى تم نفيه إلى جزيرة ملطة يبقى هنا ممكن نقول فيه سؤال ما النتائج المترتبة على وقوة صدام بين قوات الاحتلال والزعيم سعد زغلول أو أعضاء الوفد المصري هنقول نتجتها لهو نفي سعد زغلول وتعبئة الرأي العام نخلي بالنا من تعبئة الرأي العام دي أنا دايما الولاد بينسوها ما تنساش كلمة تعبئة الرأي العام وزي ما دكتور هيتم تعبئة الرأي العام يعني تجمع الشعب حوالين سعد زغلول طيب فيه هنا هتبدأ طبعا أنا قبل ما نبدأ ننتقل لمقدمات الثورة أحب أوضح لك على الشاشة دي صورة الرئيس الأمريكي ويلسون اللي قال مبدأ حق تقرير المصري مبدأ حق تقرير المصري تمام طيب هنلاقي أن من أحداث الثورة هنلاقي أن اشترك الثورة وخرج الطلاب من الجامعات والمدارس والعمال والفلاحين وكان للمرأة دور كبير جدا لأنها خرجت لأول مرة في ثورة كبيرة زي كانت ثورة شعبية ودايما هنا بيجي يقول لي بما تفسر تعتبر ثورة 1919 ثورة شعبية ليه؟ يبقى هنقول أول حاجة لأن اشترك فيها الطلاب والعمال والفلاحين كمان تم التحام عصري الأمة الأقباط والمسلمين كانوا جنبا إلى جنب خرجت فيها المرأة أو شاركت فيها المرأة المصرية ومسجلة بذلك تطور اجتماعي جديد في مصر أو في الحياة الاجتماعية في مصر في هذه الفترة دي طبعا كانت أول مرة تخرج فيها مرأة وتشارك فيه الثورة وتطالب بالاستقلال يعني احنا ما شفناش ده مثلا في الثورة العربية طبعا وهنا دايما بيجي سؤال بيقول لي بما تفسر سجلت ثورة 1919 تطور اجتماعي في التاريخ الحديث سجلت ثورة 1919 أو حققت ثورة 1919 تطور اجتماعي في التاريخ الحديث نقول الاشتراك المرأة في ثورة 1919 وبرضه فيه سؤال في الجزء ده بيقول لي بما تفسر حققت ثورة 1919 الوحدة الوطنية جاوبين عليه بقى حققت ثورة يبقى هنقول لأن تم الالتحام بين عنصري الأمة اللي هو الأقباط والمسلمين تمام طيب داية المقدمات بتاعت الثورة إن خرجت الناس كلها فطبعا هيحصل إن إنجلترا ما كانتش تعرف قيمة الزعيم سعد زغلول في الوقت ده عند المصريين فهتجري بسرعة وتبدأ إن هي تفرج عن سعد زغلول وعن رفاقه وتسمح ليهم كمان بإن هما يسافروا إلى باريس أو إلى مؤتمر الصلح في باريس بس للأسف لما سافر سعد زغلول ورفاقه إلى مؤتمر الصلح في باريس مؤتمر الصلح خيب آمال المصريين يعني إيه خيب آمال المصريين ما كانش عادل لأن مجموعة الدول اللي بتتكون منها مؤتمر الصلح دي كلها دول مستعمرة لدول أخرى فإزاي هنطالب بالعدل مع دول بتستعمر دول أخرى فبالتالي خيب آمال المصريين وهنا برضو بيجي لي سؤال بما تفسر خيب مؤتمر الصلح في باريس آمال المصريين ليه دكتور؟ يبقى لأنه أقر الحماية البريطانية على مصر يعني أقر يعني وافق يعني عطرف بالحماية البريطانية على مصر رفض أن مصر إيه تحصل على استقلالها تمام وهنبص نلاقي أنه هيبدأ تاني حراق اجتماعي آخر وبيبدأ الناس تقاطع المنتجات البريطانية وتبدأ أن هي تقاطع المنتجات البريطانية والبنوك والسفن البريطانية فهيبدأ قوات الاحتلال ترتبك وتفرج عن سعد زغلول تمام؟ طيب هنبص نلاقي أنه هو تجددت الثورة تاني فهيبدأوا ينفول المرة التانية هينفول المرة التانية إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي وإحنا بنخلي بالنا يبقى أول مرة تم نفيه إلى جزيرة ملطة تاني مرة تم نفيه إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي طيب لما هيتم نفيه سعد زغلول إلى جزيرة سيشل إيه اللي هيحصل بقى يا طرى في مصر وفي هذه الفترة؟ هنلاقي أن القوات البريطانية هتبتدي أن هي تحاول تهدئ المصريين نتيجة لأنهم تدوا يقطعوا البنوك وأنهم يقطعوا البضائع الإنجليزية فهيحصل ارتباك في الاقتصاد البريطاني وفي قوات الاحتلال البريطانية في مصر فهنلاقي أنهم يفرجوا تاني عن سعد زغلول ورفاقه طيب ويعملوا حاجة مهمة جدا أنهم هيصدروا تصريح وهنقف عند التصريح ده لأن احنا هنتكلم فيه كتير مع بعض نكتب بس عنوان التصريح مع بعض هو تصريح فبراير 1922 تمام تصريح 28 فبراير 1922 اعترفت بريطانيا فيه بحرية مصر واستقلالها تمام ده بشكل مؤقت بس قالت فيه اربع تحفظات او اربع شروط هي بتفردهم على مصر اللي هم ايه تأمين قدامك على الشاشة تأمين المواصلات البريطانية في مصر والدفاع عن مصر ضد اي اعتداء اجنبي وحماية المصالح الاجنبية في مصر وأن يبقى الوضع في السودان وفقا لاتفاقية الحكم السنائي 1899 بمعنى ايه تأمين المواصلات البريطانية يعني مصر تأمن وجود بريطانيا داخلها يعني المواصلات تبقى تحت خدمة الاحتلال البريطاني مش بس كده ده بريطانيا كمان لو اي اعتداء جيه على مصر لازم ان هي اللي تدافع عن طبعا ليه زي ما حضرتك قلت عشان بريطانيا لها مستعمرات في الهند وطبعا موقع مصر موقع متميز وبيهدد وجود اي احتلال في مصر بيهدد مصالح بريطانيا هنلاقي ان على مصر كمان تحمي المصالح والاقليات الموجودة على ارضها مش بس كده ده هنلاقي ان السودان بعد ما كان حكمها لمصر بس لا ده انجلترا كمان هتشترك مع مصر في حكم السودان تمام طيب يا ترى مصر هتقبل التحافظات الاربع دي تمام هو بس احنا ايه نوضح كده التصريح واحدة واحدة بقال الولاد ونشرح لهم كده كل بند منه ونوريهم هل ده استقلال حقيقي ولا استقلال سوري احنا نستنتج في الاخر طيب اول حاجة بيقول لنا ان التصريح اعترف بانهاء الحماية البريطانية على مصر حلو جدا ايه رأيك فيه اه يعني بس ده كان يعني استقلال سوري احنا نقول في الاخر طيب يبقى اول حاجة اعلنوا ان مصر خلاص دولة اه ما فيش حماية فيها اه او حماية بريطانية طب حلو جدا احنا موافقين بس استنوا احنا لدينا اربع شروط اه ايه بقى اللي اربع شروط دول عندنا اول حاجة هي تأمين المواصلات اه البريطانية في مصر يعني ان بريطانيا لازم يبقى لها قوات علشان تحمي اه المواصلات بتاعتها ما عندناش كمان اه حقية ان احنا نحكم السودان لوحدنا اللي هي اتفاقية الحكم السنائي طيب احنا زي ما احنا قلنا كده وطبعا بالنسبة لنتيج تصريح 28 فبراير ان احنا عملنا انتخابات وعملنا دستور 23 وعملنا اول حكومة دستورية سنة 1924 طيب دلوقتي هنطلع فاصل وانتظرونا في درس من دروس صف الاول الاعدادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر